اه شركة ريلمي شركة ريلمي قررت انها تعمل سلسلة جديدة خاصة بها السلسلة دي هتكون خاصة بالفئة الاقتصادية السلسلة اسمها نارزو واول موبايل من السلسلة دي هو نارزو 50A واللي امتبعني كويس عبق عارف كويس جدا ان انا من ضمن ترشحاتي الرئيسية دايما في الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة هو شركة ريلمي وده بسبب الصوفت ويري الخاص بيهم اللي هنتكلم عنه قدام بس تصدقني الموبايل ده في حاجة المراضي هقدر اتكلم عنها مميزة كمان اكتر من نوتوت السوفت وير هنجيلها واحنا بنراجع الموبايل ده بس في البداية كده كالعادة خلونا نبدأ بالتصميم الاول تصميم الموبايل هنا غير مألوف اطلاقا وده مش على مستوى الخمات الخمات مألوفة عادي لان الخمات كلها بلستاكية او بولي كربونيت زي ما انت عايز تسميها سميها لكن على مستوى التصميم نفسه هنا ريلمي قررت انها تتكبر المربع بتاع الكاميرات علشان يتخطى اكتر من نص الموبايل وبالتالي حطوا البصمة بتاعة الموبايل في المربع بتاع الكاميرات فتصميم شكله غريب ملفت غير ان الظهر نفسه مقسوم بقى الجزئين جزء ما قبل الكاميرات وده جزء يعني مفهوش لعب كتير اما الجزء بتاع الكاميرات فنازل منه زي شريط كده لتحت والشريط ده في شوية خطوط كده جاية بالورج عموما تصميم ملفت جدا بس يمكن اللي مش عاجبني فيه اوي ان سمكة الموبايل تخينها شوية اما بالنسبة للبصمة فالبصمة هنا الساروخية ما تقلقش خالص من ادقها وتعالى نروح للشاشة وقدر اقول لك ان الشاشة هنا في الموبايل مش من الحاجات اللي تقدر تقول عليها ان هي عام الجذب في الموبايل هنا وعاش اروح لك ليه دلوقتي مبدئيا استغلال الشاشة للواجهة الامامية مش احسن حاجة وده لان الحفة السفلية كبيرة شوية ده غير انه موجود فوق نوتش فهتحس ان استغلال الشاشة للواجهة الامامية قديم شوية اما الشاشة نفسها فبتجي من نوع IPS وبحجم 6.5 انش والاثنين دول طبيعيين جدا لكن الشاشة هنا بدكت HD بلاس بس مفيش فول HD بلاس بس وانا توقعي ان سعر الجهاز هنا هيلعب من 3000-3500 جنيه وفي الفئة السعرية دي خلينا اقول لك انه حصل حاجة غريبة قوي من سنتين فاته كانت معظم الشاشات اللي بتنزل في الفئة السعرية دي HD بلاس بس لكن جاءت الشركات السنة اللي فاتت وبدأت تطمعنا شوية ومعظم الموبايلات اللي بقت بتنزل في الفئة السعرية دي بقت فول HD بلاس لكن للأسف السنة دي بيحصل داون جريد للمرة التانية ومعظم الشركات اللي بدأت تنزل الموبايلات السنة دي في نفس الفئة السعرية رجعت تاني للHD بلاس فده مش حاجة لطيفة قوي ان احنا نعمل داون جريد بدلا من نعمل اوب جريد للقواليتي او للريزيليوشن بتاع الشاشة اما الحاجة التانية اللي ما عجبتنيش قوي فهو ان سطوع الشاشة هنا في الاستخدام تحت شاعة الشمس المباشرة مش قلطة في حاجة لكن في المقابل الشاشة كالوان وتباين مميزة جدا وتعالوا بقى نروح له النقطة اللي بتهم معظم الناس هو بالتأكيد نقطة الأداء الموبايل هنا جابه معالج من شركة ميديا تيك المعالج معروف جدا جربناه في عشرات الموبايلات قبل كده هو معالج ميديا تيك هليوش جي 85 والمعالج هنا بيحعل ان توتوب انشمارك في حدود 210 الف نقطة حاجة هتكلم عليها بتكلم عليها في الموبايلات الاخيرة دايما انه ما تستناش اطلاقا في كل الفئة المتوسطة السنة دي اي اوبجريد في المعالجات وده في كل الشركات ايا كان اسمها وده لسبب بسيط جدا اتكلمت عنه قبل كده وهو انه في نقص في اشباه المواصلات في العالم كله فكل اللي الشركات بتحاول تعملوا السنة دي انها تحافظ على الوضع اللي كان موجود السنة اللي فاتت مش اكتر من كده وده مش معناه خالص ان الهيليو جي 85 غير مناسب للفئة السعرية دي لا بالعكس هو مناسب جدا بس كل اللي انا قصوده ان مش هيحصل اوبجريد وده حاجة متوقعة وبتحصل في كل الشركات والخبر الحلو في المعالج هنا ان المعالج هنا بتقدر تلعب فيه على لعبة باب جي موبايل على اعدادات اعلى من اللي موجودة في الاخ الاكبر للموبايل ده اللي هو ريلمي 9 اي اللي فيه معالج سناب دراجون 680 هناك الاعدادات ما كانتش قلطة في حاجة لكن هنا بتلعب على HD في الجرافيك ولو نزلت بسموز في الجرافيك تقدر تطلع بألترا في الفريم ريت اما نقطة السوفتوير فانا مش هتكلم كتير في النقطة دي لان دايما بتكلم فيها وجهة color os اللي هي موجودة في اوبو واللي بالتالي ريلمي خدتها وسمتها وجهة ريلمي هي يعني اسلس وجهة موجودة في فئة ما تحت 5000 جنيه لحد دلوقتي في السوق المصري فده اللي بيخليني ارشح دايما وجهة المستخدم دي لناس كتير جدا وانا متطمن ان ما فيش حد هيجي لي بعد كم شهر ويبدأ يقول لي ان الموبايل بدأ يحصل في تهنيج او لاج او تقطع في الفريمات او ما بقاشي سموز او كل دل عشان كده برشح دايما وجهة سواء color os او ريلمي وانا يعني متطمن وحطت في بطني بطي خصيفي من النحية دي والنقطة دي انا بقولها دايما وما كانتش مفاجأ بالنسبة لي لكن المفاجأ الحقيقية كانت في الكاميرات فخلينا نتكلم عنها الموبايل هنا بيجيب 3 كاميرات خلفية الكاميرا الاساسية 50 ميجابيكسل وكاميرتين 2 ميجابيكسل واحدة علشان تعمل عزل واحدة تانية عشان تصور ماكرو وكاميرتين تقدر طولون ان هما ملهمش لازمة اما كاميرا السيلفي هنا فبتيجيب 8 ميجابيكسل ودلوقتي خلينا اقول لك ليه الكاميرات هنا فجأتني ببساطة كده واقول هلك من الاول عشان ما يبقاش فيه تشوء كتير الكاميرات هنا هي افضل كاميرا خلفية جربتها في موبايل في الفئة السعرية دي وخلينا نبدأ نشوف الصور عشان تعرف انا بقول كده ليه ده هناك كرينج متوازن جدا اماكن الهايلايتس ما فيهاش حاجة بتلسع اماكن الشادو ما فيهاش حاجة بتقفل اكتر من اللازم حتى الكنترست او التباين مزبوط بشكل كبير جدا حتى التفاصيل والكلارتي اللي موجود في الصورة كلارتي بتاخده في كاميرات سعرها اعلى من كده بشويتين 3 يعني الكاميرا دي في الفئة السعرية دي بالتفاصيل والديناميك رينج والالوان وكل تجربة اللي هي بتديها في الصور دي كاميرا مميزة جدا 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 لكن التمايز ده ما بيتنقلش لتجربة تصوير الفيديو لان التصوير الفيديو هنا دك التين اي تي بس والصور بتطلع معزوزة جدا سواء في الكاميرا الخلفية او الكاميرا الامامية فمش احسن تجربة فيديو ممكن تاخدها لكن على مصطوى الصور حقيقي افضل كاميرا موجودة في الفعال السعرية دي. اما الكاميرا الامامية فنفس التجربة بتتنقل لها بس مع شوية حاجات مختلفة شوية. مبدأ ايا في الديناميك رينج تقدر تقول انه بنسبة تسعين في المية بتاخد ديناميك رينج مزبوط جدا ممكن اكتر من تسعين في المية كمان. اما عن التفاصيل فالتفاصيل كويسة جدا طول ما انت قايفل وضع التجميل لان بالتأكيد على التجميل بيمسح التفاصيل. لكن في حاجة معجبتنيش شوية وهو ان انت لو ايدك بتتهز وانت بتصور فالصور بيحصل لها هزة غريبة كده وبيطلع منك ضابل كده من عند الاطراف بتلاقي الاطراف منسوخة مرتين. لكن غير كده تجربة الكاميرا الامامية بنسبة برضو تقدر تقول انها بتوصل لتسعين في المية مشابهة جدا لتجربة الكاميرا الخلفية. وتميز النار زوق ما بيقفش عن دي الكاميرات. الموضوع بيتنقل للبطارية الضخمة جدا اللي موجودة هنا. البطارية هنا ستلاف ميلا امبير. ومع ستلاف ميلا امبير بتاخد منفع الشحن طايب سي. وشحن تمنتاشر واط. واهم حاجة في تجربة البطارية ان انت لو استخدامك متوسط اولي من المتوسط فبالراحة البطارية دي ممكن توصل معك فعلا ليومين استخدام. صوت الاسبيكر هنا معقول وما قابلتش مشاكل في الشبكات. تعالوا بقى لكم على الرأي النهائي في الموبايل هنا. مابدايا الموبايل هيكون متوفر منه النسختين والنسخة الاولى. اربعة جيجابات رام مع اربعة وستين جيجابات ذاكرة داخلية. والنسخة التانية اربعة جيجابات رام برضو بعد سماعة تمانية عشرين جيجابات ذاكرة داخلية. والنسختين بيدعموا تركيب شريحتين زيت كارت ذاكرة خارجي. ما عرفش فعلا سعر الموبايل كاملة حد وقت تصوير الفيديو ده بس توقعاتي مع زيادة الجمارك والحاجات الكتير اللي زادت في الايم الاخيرة الموبايل هنا هيكون سعره من تلات تلاف لتلات تلاف وخمسمائة جنيه. وتقييم للموبايل بناء على الفاقة السعرية دي انه انا كنت طمعا ان الشاشة هنا تكون. ده غير انه انا كنت شايف انه ممكن تحسين السطوع بتاعي الشاشة خاصة في الاستخدام تحت اشعة الشمس المباشرة. بس في المقابل الموبايل هنا بيدي وجهة مستخدم. سالسة جدا مستقرة جدا بيدي الكاميرات الافضل في فاقته السعرية بدون اي شك في الصور سواء في الكاميرات الخلفية او الامامية وبيدي تجربة رهيبة جدا على مستوى البطارية العملاقة اللي موجودة هنا. فلو هتسألني انا شخصيا هيكون الموبايل ده من ضمن ترشحاتي في الفاقة السعرية دي. اللي من تلات تلاف لتلات تلاف وخمسمائة جنيه. ده لو نزل فعلا في الفاقة السعرية دي. فبالتأكيد هقولك اه هيكون من ضمن الترشحات الرقصية. وبس دي كانت كل حاجة في الفيديو ده اتمنى ان هو يكون عد عليكم بشكل خفيف. وكالعادة تقدر تشترك في القناة لو انت مش مشترك تقدر تعمل لايك للفيديو لو عجبك وممكن تعمل لو معجبكش وممكن تبعيني على فيسبوك لو عايز تتابع اخبار انستجرام لو عايز تتابعيني بشكل شخصي وتك توك للفيديوهات الخفيفة كل اللي لينكات هتلقون موجودة تحت في ديسكريبشن وكالعادة انا احمد منها تستنوني الفيديو الجاي. سلام. اشتركوا في القناة